رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدعوة التي طلقاها من العهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومن الرئيس عبدالفتاح أسيسي ومن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جواتارش لحضور فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة وخلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رامالة السفيرين الأردني والمصري أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للدور المهم والكبير الذي تلعبه الأردن ومصر لوقف العدواني الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطع غزة والضفة الغربية والقدس مؤكدا أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدة الإنسانية ومنع التهدير